لكن خلينا نشوف أرقام وإحصائية مباراة طبعاً الكلاسيكو ما بين ليفربول ومانشستر يونيتد وفوس طبعاً ليفربول بخماسية كبيرة جداً جداً هنتابع معك الأرقام وهتكلم معك برضو على بوكبا بشكل كبير الأرقام يعني بتتكلم أن كان فيه زي ما بقولك قبل ما نشرح الأرقام عايز أكلمك على كمان على يورجن كلوب يعني يورجن كلوب والأداء القوي جداً يمكن قال كلمة يمكن حجلها من خلال حلقتنا أنه هو ما كانش عايز يقصو على جماهير المان يونيتد لكن طبعاً خمس أهداف مقابل لشيء الفرص كمان على مستوى الفرص ليفربول 11 فرصة قدر يحرز منها خمس أهداف مقابل ثمان فرص ليه المان يونيتد لم يحرز منها أي هدف الأهداف المتوقعة كانت أكيد لصالح ليفربول 2.9 مقابل 1.8 للمانشستر يونيتد الاستحواز لصالح ليفربول بتسعة وخمسين في المية التمريرات الصحيحة نسبة التمريرات لصالح طبعاً ليفربول بنسبة 91 في المية مقابل 81 في المية لليونيتد التصويبات على المرمى كذلك ليفربول 16 تصويبة منها 8 ما بين القائم والعارضة مقابل 11 للمان يونيتد منها 3 ما بين القائم والعارضة 6 عرضيات ليفربول 14 عرضية للمانشستر يونيتد 3 يعني ركنيات ليفربول 6 للمان يونيتد الأرقام دي بتدل على شيء محمد أنه كان فيه اكتساح بمعنى الكلمة على مستوى الفرص على مستوى التزديدات على مستوى النتيجة كمان عايز أخذك للجزئية بتاعة بوكبا واضح جداً كمان أن عدم اشتراك بوكبا من بداية المباراة كان ليه تأثير على أداء بوكبا بعد ما نزل وزي ما شفنا كلنا المباراة أنه كان عصبي جداً لدرجة طبعاً عمل فاول وخد الكارت الأحمر بوكبا فين من منظومة سولشايا؟ أنا شافت بوكبا مشتت ذهنياً من باله فترة يعني الكلام الكتير على انتقاله لريال مدريد وكان فيه كلام سمعناه وقريناه في الصحافة العالمية أصبح مشتت نفس الكلام بوكبا والتخبط ما بين وبين السانشو زي ما قلنا هو للأسف هو ده الجاب هو ده المشكلة اللي مش قادر سولشايا ريسيطر عليها في أرض الميدان وبالتالي احنا شفنا مباراة لما نزل كان طبعاً متعصب كان متوتر بزهنين مفيش يعني أنا شفت تماني محمد كان بيتكلم هو بيقول إزاي نقعد على دكت الاحتياطي وأنا جزء كبير جداً أنا لعيب في منتخب الفرنسي بيأدي بأداء أكتر من رائع مع منتخب فرنسا وكان جزء كبير جداً جداً من فوز منتخب الفرنسي حتى من خلال دوري الأوروبي أكثر من عمل أسيست في برايبر ليج هذا العام مع محمد صلاح يعني ستة وهو ستة أسيست لا لعب بيفرض سيطارته والليه دور كبير جداً في جميع الأهداف مشاركاته لمساته لا هو مفروض يكون رمانة الميزان ولكن البوزيشن وعدم استغلال الموهبة والقوة لعند بوكبا بدا سببها الأساسي من وجهة نظره هو سولشاير أيضاً تخبط كبير يا كابتن هاني يعني أنا من وجهة نظريه شفت إن بوكبا نزل مبارح تقريباً متعمد إن هو ياخد إنذار أو طرد أنا شفت التوتر الكبير اللي حصل هل ده أنا مش هينفع عدد على الدكة أو الكلام اللي تلاول رد فعله بعد ما أخد الطرد ما تحسش إنه زعلاء يعني الزفت دايماً اللعيبة اللي بتاخد طرد وبتحس إنها قلبها على قلب الفرقة بتحس إنها زعلاء نويا خارجة البادي لانجوج بتاع بوكبا نبارح بيحس إنه خلاص يعني أنا مش فرقة معايا بمعنى صحيح الصورة التانية كمان صورة الدكة اللي كانت قاعدة في الماني يونيتد واللعيبة المحبطة بشكل كبير جداً جداً أكيد في صدمة لأن النتيجة كبيرة جداً جداً وكمان على مستوى الأمل في العودة ما كانش موجود كمان كل ده أعتقد يعني علامة استفهام على لغاية دلوقتي بنتكلم على بقاء سولشاير على رأس الإدارة الفنية كاركتر يعني فين كاركتر فين شخصية القائد بس الروح عند اللعيبة ده سولشاير مفروض يعمل كلام ده على الخط شوف نان بارح واقف تقريباً بيتفرج على المباراة زي وزينا مع يعني ملامح الحصرة والزعل على وش هو لكن ما كان كان خارج هو كمان شخصياً خارج زهنياً عن إدارة المباراة تكتيكياً وده سبب أساسي هو من بداية الهدف الأول ثم الثاني خلاص الأربعة صفر في الشوت الأول يعني جريمة يعني هزيمة موزلة للسولشاير وطبعاً بالتالي أثر طبعاً على السير أريكس قاعد يعني في المدرجات شوفناه حزين جداً الهزيمة مبارح مش بس عملت انتفاضة وحزن على جمهير اليونايتد كاملة لا ده كل الناس يعني حتى الإدارة حتى الدكة زي ما حضرتك قلت مباراة للنسيان طبعاً هزيمة سكيلة جداً لو أتكلم بالأرقام والإحصائيات يعني أول مرة تحصل حاجة زي كده في التاريخ صحيح صحيح شكراً